السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أنت معي ما سمعتك صوت القضا لا خمير اي نعم من وين من الإمارات من الإمارات من أبناء عائش السني سني موحد من أبناء عائش من أبناء أبي بكر من أبناء فاطمة وعمر وعثمان وعلي طيب كيف تثبت لنا عائشة شريفة في كتب السن كيف تثبت لك عائشة أنها شريفة من كتب السنة اي ولا أنا أعطيك رواية دقيقة كيف تثبت لك عائشة شريفة من كتب السنة اي نعم في حد من العلماء من أهل السنة قال أن عائشة والعياذ بالله أنها زانية من علماء أهل السنة عدم الشرف فقط بالزنة يعني ما يصر بالمداعبة مع قليل من البوس لا دقيقة دقيقة فاطلة الشيخ في حد من العلماء قال أن عائشة والعياذ بالله سوت حرام قول كلمة سوت حرام زنت عندهم بس الزنة حرام والباقية جوز تأخذ قول سوت حرام حتى جاوك قول هل في أحد من العلماء قال سوت حرام قول هجي لا اللي أنا أصده أن حد من العلماء قال أن عائشة زنت شوف بيخل عندهم عادي البقية مستحبات هاي حلاوة لك والله كارثة هاي والله العظيم كارثة كارثة يا أمير آه راح أموته أي شلال مصيبة عندهم البقية عادي حلال يعني تأخذ أخت السن الموحد تأخذ أمه الأرملة تلعب بيها تبوز هاذا تبوز بيها تدعى هاذا تحبح بيها كامل المداعبة حتى وإن كنت تنزل يعني توصل لمرعلة الإنزال يجوز أهم شي ألا تزني وتشرب الخمر وتأكل الخنزير هذا أهم شي بدين السني أهم شي ما تأكل خمر أه ما تأكل شرب الخمر وما يسغل تأكل لحم الخنزير الذي يحرمه الله عزل وأن لا تزني أما باقي روح ايدك بالدهن روح ألعب ألعب اللي يعجبك لماذا؟ كانت أم عايشة أنا ساعدة أقول لك قل على نحو العموم هل عائشة سوت حرام؟ ما يقبل لأن سوت حرام أو يقول لا هل أكو إدخال؟ أكو زنة؟ ولا بس شوية حب حبت وهي مثل أمك مثل أخالتك مثل عمتك لا يبقى أنا ما أعرفها ما تنسب ليها أنت جاوب أنت السؤال بهالطريقة هل عائشة سوت حرام؟ وأنا سأعطيك الروايات أما في كتبك لا أمير تسمعني أم لا لا نعم أستاذ جاسم أسمعك طاهر مو اسمك طاهر صح؟ ها نعم أسمعك فأنت يقول هل عائشة سوت حرام؟ بهذه الطريقة يقول والله يا خير لأنه من علماء أهل السنة والجماعة ما أحد قال أنها عائشة هزنت العياذ بالله ما أحد خلاص أنا أعترف ما أحد قال أي أنا خسران بس خلاص والله أنا خسران بس 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 هذا هو هذه المعلومة اللي بوصلها لك خلاص عاشت إيدك شكرا إليك والله العظيم أنا خسران وأعترف هو الله العظيم والله العظيم أنا خسران نعم هل هناك عالم من علماء السنة قال أن عائشة طوت بالطوت طوت بالطوت مو تطاوط وبطاطيت لا 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 هذي طلعوا من البيت يا أخي طلعوا من البيت يا أخي غلول يا حتش يروح يشوفوا السيد يروح يدفعوا خمس وطلعوا من البيت هلعا اشلون اعطوا في الكاميرا وغرر لا لا اميامنا غرر دايم مشكلة الطوت ولو طاوية اللي هي المداعبة طبعا المداعبة كل شبيهة هل تعرفون كبار مداعبة توصل لمرحلة الانزال الطوت ولو طاوية طا يصير أما الطوت ولطوت هاي لا هاي هاي أكو عالم قال الطوت ولطوت قال لا محد انا ترف أما حلو ما انسنة دقيقة انا احتريت والله احتريت طوت وبططيط يا بخلاب انا خسران والله العظيم والله نعترف علماء السنة طبعا علماءهم ما اقصد ان كلاوات هاي وبن حقر وبن صخر علماءهم اقصد الاولين التابعين هل قالوا عائشة سوت حرام نعم ان رجلا نزل بعائشة فاجنب العالم الجليل سالم سبلان فقيه دخل على عائشة امانته حلوة كانت تجلس بين يديه ما اعرف شنو كانت تسويه هو يقول ما تختفي مني بالرواية فارتني الوضوء ونزعت ملابسها وطلعت شعره العالم الجليل ايمن المخزومي الفقيه الثقة المحدث يقول دخلت عليها بملابس اغراء ملابس عرس العالم الجليل ابو موسى الاشعري يقول دخلت عليها علمتني شون اسوى الطوت بالطوت مو التطاوط والبطاطيط لا الطوت بالطوت تعرفون اذا مسل ختان ختان ومتلازم تحتيه حتى الفكرة توصل وإلا حيصير ظلم والله ظلم والظل عائشة فارحانة تقول كلها تخجل على الأقل طوت وبطوت هيتوضح المهم الاسود بن يزيد النخعي نزل عند عائشة فأصبح طوت مجنب وجلستية تفركله وتعلمه الاسود بن يزيد النخعي تحدثه كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويه وطاويت وطاويت والله والله كان يداعبها ويقبلها وهي حائط مداعبة وطاويت عائشة سامحنا سيدنا سامحنا حنبغتك سيدنا أي والله قندر عليك سيد أي والله عائشة تقول الأسود بن يزيد النخعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتذر بمئزر ثم يباشرني يباشره ماذا يفعل لها مداعبة تقبيل كافة الاستمتاعات ما عدد الطوت بالطوت الدخول ما عدد دخول هاي الوطاويت هاي الوطاويت عادي هاي الجوز ها شادي يسم لدي ها مخمت هبث حسب علمائكم هؤلاء قالوا أنها عائشة كانت يسومي وطاويت كثير أما الطوط بالطوط في كتب السنة ما موجود الطوط في الطوط في كتب الشيعة حينما قال الإمام أن عائشة زنت مع طلحة وهذا الزنة فبطوط بطوط بعد واضح فالأخي يعترف يقول عائشة في كتب السنة ما سوت زنة طوط بطوط أما وطاويت طيب إسألني سوت طاويت وطاويت يقول لا 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 ما أسألك هذه خلص عمره 19 سنة أرملة وتقدر بقوة 50 رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوة 40 رجل وما كان ينتصر عليها تطلع برة تقول يبقى نبيكم يكسل بقوة 40 رجل يكسل أتولي من يزود فبقوة 50 رجل هي و19 سنة وأرملة وعدها رجال مجنبين فأكيد أكيد يسوي وطاويت مداعبة ومباشرة وكافة الاستمتاعات أما الطوط بالطوط لا والله كانت لابس الباس حديث هذا كلام السني مو واحد مو كلامي أما الطوط أما بقية الأشياء لا هذا يقوز تفضل السلام عليكم السيد زمير وعليكم السلام أزايك يا سيد زمير أزايك يا أهل بك أنا مصري مسلم مصري مسلم سني من ابناء عيشة طيب تعرف الموضوع أنا مصري أعرف الموضوع بس أتمنى ما تقطعني فأنا بحاول أثبت له طيب تفضل لا هو أقاطعك من ريد الداخل تمام أنا أتكلم أنا أحاول أثبت لك هو الموضوع أين أنا عندي الإثبات بس بشرط أي الأشياء هو أن تكون صحة أن يكون عندك صحة للإدعاء بمعنى أنت تدعي أن عائشة ليست شريفة وتريد إثبات أنها شريفة صح فأنا المدعي فيجب أن يبين العكس صح؟ لا أنت المدعي الآن أنت تدعي أنها ليست شريفة وتريد أن نثبت أنها شريفة فلا بد أن أعطيك شيء يدل على أنها ليست شريفة صح؟ لا لا يجب أن تأتي بشيء لا يجب أن تثبت أنا أردتك منك طلب واحد فقط يعني أريد منك شيء واحد أي تفضل؟ الله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاشنو دوهم ثمانين شهداء شون غير الموضوع عجيبا مطبيع بالله تمام إذا قلت لي من كلامك أنه أنا مدعي وكلامك صحيح فلا بد أن أثبت بس أنت ما قلت لي هذا الكلام حتى أعطيك رواية الآن أطقك برواية من رواياتها مع الرجال بس أنت ما قابل ينخايف راح أحاولك على الرواية أنا لا أريد إثبات أنا لا أريد إثبات أنت الآن تقول أنها ليست شريفة يعني أنت الآن ترمي محصنة أي تمام هات أربع شهداء مبدئيا عشان يكون إدعائك صحيح عشان نتماقشه نسبة لازم تجيب أربع شهداء أنا معاه الآن وراء أو ألم مراء أو ألم يعني أنا سجل وراء في الحين خش لازم الأربع يكونوا شافوا الوضع يعني اللي لازم يكونوا شافوها ويبتزن لا مداعبة وأفعال حرام عادي لا أنا بقولك أربع شهداء على الزن لا ومداعبة وأفعال محرمة عادي المداعبة ليست زن أها في عادي آه رجعنا عطوطة ويطعشر حسنا أنت بتتحك على أيدي الوقت أنا بقولك انت بتبتير من محصنة بتقول أب هزاني ماله موطة بعيد شكرا لك اه ابتشوا ابتشو اخواني والله ابتشو كافضا عكون ابتشو الحاجة بينتنا هذه الحركة رح ينتصرون بها علينا إذا أجازوا الطوطة والوطاويط لعائشة وأعني بالطوطة والوطاويط السائر الاستمتاع والمداعبة إلى حد الإنزال عليها إذا أجازوه لقد خسرنا المعركة لأن ما موجود في كتبهم هو الطوطة والوطاويط هم لم ينقلوا الطوط بالطوط مخصها الفموه أيو الله مخصها الفشدون هاي ولكن أن لهم الطوط والوطاويط لا تجوز في كتبهم إلا أن يطوطوا إلا أن يجعلون أن نطوط نساءهم ونوطوطهم دون الطوط بالطوط هذا حاجة خطيرة أي حتى نتأكد هل تجيزون الطوط والوطاويط لعائشة كافة الاستمتاعات دون الدخول إذا تجيزوه فأرونا لندخل على نسائكم ونفعل الطوط والوطاويط حتى نتأكد نطلع واحد يطلع يقول أي فعلا هذا أجهز لازم يلازم أقابلهم بهذه الطريقة يقابلونه بطريقة جسرة مطبيعية تخبر الله واحد يعلفهم ينطيهم علف ينطيهم خاس خاربهم ينطيهم بخضره واحد يشوف موضوعهم ذولة شنو ذولة والله منتهيين قاسما بالله تخبر الله موطبيعية الشيعة رح يموتون عندنا اليوم شهداء أعتقد شهداء الضحك على سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومصحف عثمان ثاني واحد متفقين يقول لازم الطوط بالطوط غير الطوط بالطوط إس ما لك حق تتكلم على أمنا عائشة إس ثاني واحد ورا ورا يوبسة وطوط وطوط إس حتى وطوط بطوط وطوط